السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم اتفضل كنت عادة حلقة على حاجة شيخ اتفضل من فترة كنت شاب عند 19 سنة كنت مثلا ملتزم له التزام العامة اي فجيت لما ربنا هداني طرفت على الناس كلها استقمت الاستقامة دي ثبت له ادراس كتير يعني زي مثلا اهلي وحضرك عارف بها اللي هو ايه بدأت مثلا انا اللي شوفه اانكره اللي هو المنكر والمعروف امر بيه وكده فجيت فترة امي دلوقتي اه يعني نسبته لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو من ذهب اللي عرفنا وكهنا فجيت بوتيحها وكده اللي هو جاء الاختي تتقدم لها عريس وكده فالله هو حضرك عارف العامة وكده بيعنيه المهم اللي وبعدين اللي حصل وديت امك للدجال او ماذا حصل لا هي اللي راحت انا بنهاها عين كده طيب وبعدين ما السؤال ما السؤال اللي هو ايه هي راحت له دلوقتي لما انا بنهاها اه وفهمتها الحديث وشرحتها قريتلي لا خلص انا مش هروح تاني فجيت احد اللي قريتني مش هروح تاني خلص كده بعد كده راحت تاني عم الشيخ فانا لما اقول لها دلوقتي يعني بتبادينني بتشتمني فانا دلوقتي يعني حد اكتر على اكتر على انا ممكن اسيب يعني اسيب بهم البيت فترة لحد ما يهدوا كده و حضرك يعني نصيحة كاب مش كشيخ وربنا احفظ حضرك ان شاء الله اقول لك ابوك على قيد الحياة نعم وانت لك مكان تعيش فيه كويس يعني الحمد ده بشتغل وكافي نفسي طيب عفوا يعني اذا انت خرجت البيت هايز علو يعني ولي ايه بق يعني زي ما اقول لها داك يعني اكفي خل شري ماشي ماشي بلان بتشتم وتهان ممكن تنتقل يعني هذا يعني مش هيكون عاقة ولا عزب الله لما هما عايزين كده لا هما طبعا مش مفجين علي كده بس انا بس باخد رأي فضلتك في الموضوع ده يعني هما دايما يشتموك ويسبوك ولا بدون سباب ولا شاتم ولا انظمهم لا مش مش سابب ما هو ازا ما اقول له حضرك لما دي مثلا فيه منقض انا اراه مثلا اغاني مثلا في المنز فلا مش هنفعش كده مش عارفه يعني ده هو حضرك عليز اقول امر الاستهزاء جومي عم الشيخ عم الشيخ راح عم الشيخ جه اه الشيخ كريم الشيخ مش عارفه طبع سؤالي لك سؤالي لك بس يعني هل فيه منقرات بتؤثر عليك انت نفسك ايو ما هو طبيعا انه هو في البيت مثلا اختي مثلا لما خطفها جبلاء موبايل مثلا تثيف اغاني فيه مصدقة لا برجدة فدلي يعني حضرك فاهم يعني اظن ان وجودك في البيت افضل من ابتعادك لانك وجودك تنكر وبعدين جرب جرب اسبوع شوف ايه النتيجة شكل ايه لا فضلتك تنصحني بيه في الاخر برضو المسان ما هو لا اذا الان جربنا وصبرنا شوية وبعدين نوجه احسن الشر ينتشر لان اختك مخطوبة او ليه ايوه لسه من فترة قريبة ما هو دا كان سبب المشاكل مخطوبة او ليه مكتوب كتابها لا خطوب عادية الخطيب بيه جود معاها الوحدهم او ليه لا الخطيب مسافر الخطيب مسافر بزمع الموبايل ايوه وهي بتلخبط مش بتلخبط هي من اذا اي بولا حدرك الموضوع الموسيقى وموضوع المنكرم موجودك في البيت هيقلل المفاسد شيء اما وان جهدك على ان تشرك بيه من ليس لك بيه علم فلا تطعهم او صاحبهما في الدنيا معروف ما دامت المعاصي لان تؤثر عليك بصورة شخصية